تجدد المواجهة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الارهابية غربية مدينة تعز الاتفاع ضحايا المجزرة الحوثية في حي الروضة بمأرب إلى أربعة شهداء ونقطة تابعة لميليشيا الانتقال في لحج تقتل ممرضا يعمل لدى أطباء بلا حدود نشرة إخبارية مفصلة على قناة يمن شباب أهلا بكم تجددت المواجهة العنيفة اليوم الثلاثة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الارهابية في أطراف الجبهة الغربية لمدينة تعز وقال مصدر عسكري اليمن شباب قوات الجيش خاضت معاركة ضارية مع ميليشيا الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة في أطراف جبل هان وحذران والصياحي غربية المدينة المصدر أكد أن المعاركة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات خلفت عددا من القتلى والجرحة في صفوف الميليشيا فضلا عن تكبدها خسائر في العتاد العسكرية وفي مأرب قتل القيادي الميداني لدى ميليشيا الحوثي الارهابية ماجد هجوان مطلق ولقي مصرعه بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعارك الدائرة جنوبية المحافظة وفق لمصادر عسكرية فإن القيادي ماجد هجوان ينتحل صفة قائد الواء 139 ولقي مصرعه في المعارك الدائرة مع الجيش والمقاومة شمالية مديرية حريم واعترفت ميليشيا الحوثي بمصرع هجوان مؤكدة أنه قتل في معركة ما تسميها النفس الطويل تشهد جبهات القتال في جنوب محافظة مأربة معارك هي الأعنف بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية للأسبوع الثاني على التواليه وسط خسائر فادحة في صفوف الحوثيين المزيد في هذا التقرير نتواجد الآن في جبهة علفاء هذه الجبهة الاستراتيجية والهامة والواقع على أطراف مديرية الجوبة هذا الوادي الذي تحول إلى نقطة استنزاف للميليشيا الحوثية تكمن أهميته في أنه تمر منه الخط الرابط ما بين مأربة وصنعاء وأيضا يقع ما بين ثلاث مديريات وهي من أهم مديريات محافظة مأربة ما بين العبدية ومديرية حريب وأيضا مديرية الجوبة هنا تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش الوطني والميليشيا الحوثية خاصة في تلك الجبهة وهي جبهة ملعاء حيث تحاول الميليشيا الانقلابية الوصل ما بين هاتين الجبهتين التي دارت فيها مؤخرا أعنف المواجهات وأشدها خسرت فيها الميليشيا عشرات القيادات الميدانية وأيضا مئات المقاتلين من أفرادها في مختلف الجبهات نتواجد هنا حيث يتواجد رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ويسطرون أروع الأمثلة في الدفاع عن الجمهورية وعن مبادئ ثورة السادس والعشرين من سبتمبر هنا أبناء الجوبة وهنا أيضا رجال الجيش الوطني سنستضيف في هذا التقرير أحد أبناء الجوبة الذين يقاتلون عن أرضهم ويقفون أمام ميليشيا الغزو الإيرانية حدثنا عن خسائر الميليشيا الانقلابية هنا في وادي علفاء وماذا تريد الميليشيا بالتحديد في هذه المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم نحن الآن في جبهة علفاء نقول لكم والله نحن صامدين صمود هذه الجبال وأننا لن نكلعنا من بعدهم حتى كهف مران لن نكل ولا نمل الحوثي تلقى هنا صرعات لن يتلقاها في أي جبهة في الجوبة وفي العبدية وفي حريب في ملعاء تلقى أعنف صرعات من تاريخ 2015 والله إنها تلقى أعنف الصرعات وأعنف الخسائر تلقاها وبنظل نلقنا أعنف الخسائر هذا طبعا ميليشيات طهران ونحن بعدهم والله العظيم نحن لن نكل ولا نمل الحوثي يشتي سيطر على الجوبة ويشتي سيطر يقطع الخط الرئيسي والخط الشابي ما بين محافظات هذا الخط الدولي خسائر الميليشيات في معركة يوم أمس التي دارت في هذه المنطقة في منطقة علفاء خسائرها كبيرة من فوق 60 الجثة مرجومة في الشعب والله والبين بي حرقها طيران التحالف والطقوم تلقى صرعات أمس غير عن أي صرعات صرعات أمس عادها أعنف من كل صرع كل صرعات أمس عادها أعنف من قبلها إذن هكذا هي المعارك وهكذا هي الأحداث هنا في ودي علفاء الوادي الاستراتيجي الذي تحول إلى مثلث للموت بالنسبة للميليشيا الحوثية وأصبحت تجر أذياذ الهزيمة في هذه الجبهة الممتدة والشاسعة والجبال الشاهقة والتي تبعد عن مدينة مأرب قرابة 130 كيلو متر حيث تدور أعنف الاشتباكات كما ذكرنا محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب من وادي علفاء الاستراتيجي الجوبة مأرب قال رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الروكن الصغير حمود بن عزيز إن ميليشيا الحوثي الإرهابية الكهنوتية مجرد من القيم والأخلاق وأن مشروعها هو الدمار والخراب وقتل النساء والأطفال وأكد الفريق بن عزيز أن الميليشيا دأبت على استهداف المناطق الآمنة والمدنيين داخل مأرب دون أي مراعاة للجانب الأخلاقي والإنسانية هذه أعمال الميليشيات الكهنوتية الحوثية الإيرانية استهداف الأحياء الآمنة داخل محافظة مأرب في المجمع بدون رحمة أو رأفة مشروعهم مشروع الدمار والقتل للأطفال للنساء بدون أي مراعاة للجانب الأخلاقي والإنساني نحن ماضون من أجل الدفاع عن كرامة اليمنيين وحريتهم سنمضي واثقين بالله أننا سننتصر على هذا المشروع وقال الفريق الروكن بن عزيز من على ركام المنازل المدمرة لن ترهبنا صواريخ الميليشي الإرهابية وسنمضي في مشروع الحياة الكريمة والعدالة والمساواة والدفاع عن كرامة اليمنيين وحريتهم وعروبتهم وأضاف أنهم ماضون حتى النصر على مشروع الكهنوت الحوثية وأن كتبت لهم الشهادة فقد غرسوا في الأجيال خلفهم الحرية والكرامة والدفاع عن القيم الإنسانية ارتفع عدد ضحايا مجزرة القصف الصاروخي الذي شنته ميليشي الحوثي الإرهابية على حي الروضة المكتظ بالسكان في مدينة مأرب إلى أربعة شهداء وقالت منظمة أطباء بلا حدود أنها استقبلت أمسن الاثنين أربعة شهداء بينهم طفلان وأربعة عشر جريحا بينهم ثمانية في حالة حرجة في أحدث حصيلة ضحايا المجزرة الحوثية في حي الروضة وقال منسق مشروع أطباء بلا حدود في مأرب آلين مورفي إن أطباء بلا حدود قلقة للغاية إذا أتأثير الاشتباكات الأخيرة في محافظة مأرب على المدنيين وأوضحت أن مأرب كانت قبل الحرب موطنا لأربعمائة ألف نسمة وحاليا تصديف قرابة ثلاثة ملايين شخص بما في ذلك النازحين من أماكن أخرى والعديد من الذين نزحوا عدة مرات وفي مأرب أيضا كشف تقرير رسمي عن أرقام كبيرة لعدد الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق السكان في مديرية العبدية جنوب المحافظة التي تعيش حصارا خانقا من قبل الميليشيا منذ قرابة أسبوعين التقرير الذي حمل عنوان حصار العبدية وأشهر خلال مؤتمر صحفية لمكتب حقوق الإنسان في المحافظة أكد أن الميليشيا فرضت حصارا خانقا على أكثر من خمسة وثلاثين ألف نسمة ما تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل إثرت فقم حالتهم الصحية جراء الحصار المفروض عليهم في حين قال إن ثلاثة وعشرين مواطنا مصابون بالفشل الكلوي يحتاجون للأدوية والمستجزمات الدوائية إضافة إلى 11 شخصا آخرين مصابون بالسرطان وأكد التقرير أن نحو عشرة ألاف طفل بحاجة لرعاية صحية في وقت بات فيه أكثر من أربعة ألاف طفل يعانون سوء التغذية الوخيم إلى جانب ثلاثة ألاف أربعمائة امرأة بحاجة إلى رعاية صحية أولية وجميعهم محاصرون في المديرية وقال التقرير الصادر عن سلطات مأرب بأن ميليشيا الحوثي زرعت ما يزيد عن أربعة ألاف ومائتي لغة من أرضه وعبوة ناسفة في الطرقات والمناطق السكنية بمديرية العبدية جنوبية مأرب ما تسبب في إصابة مائتين واثنين وستين مدنيا بينهم اثنتين وثلاثين امرأة وستة وعشرين طفلا وأضح أن قصف الميليشيا العشوائي للمناطق الآهلة بسكان بمديرية العبدية أدى إلى إصابة مائة وخمسة وثلاثين مدنيا بينهم إحدى وثلاثين امرأة وسبعة عشر طفلا إضافة إلى تدمير وتضرر أربعمائة واثنتين وأربعين سيارة ومركبة مدنية للمواطنين وكشف التقرير أن حالات الاختطاف التعصفية بحق أبناء المديرية بلغت أكثر من ثلاثة ألاف واقعة في حين أسفر الاستداف الحوثي لمناطق المديرية إلى توقف نحو ثماني عشر مدرسة تعليمية عن الخدمة الأمر الذي أدى إلى التوقيف التام لثمانية ألاف أربعمائة طالب وطالبة عن التعليم تعود شخصية الزبير إلى الواجهة من جديد كرفعة رئيسة في طريق تثوير الشعب وتحريره من الإمامة الجديدة بنسختها الحوثية وواحدة من أهم الشخصيات التي صنعت الثورة ومدت خيوط ضوئها إلى المستقبل كلما ذج الليل وأطل عهد الإمامة من جديد التفاصيل في هذا التقرير الشهيد محمد محمود الزبيري أنموذج فريد في القدرة على الثورة من أجل الحق وبالحق والأيقونة الخالدة على امتداد ستين عقداً في الوجدان اليملي والذاكرة الثورية على السوى رغم حالة التغييب التي يتحدث عنها البعض وينكرها آخرون اللهم إننا نحمدك يا إلهنا العظيم أنك حررت هذا الشعب وأذكته ضحم الحياة واجعلته يعيش كما يعيش الناس اللهم لك الحمد ها أنا ذا أرى وجوه حمر من جديد تنبحث من تحت الأرض خاض زبيري نظالاً عريضاً تعددت صوره وأشكاله على اختلاف المراحل الزمنية التي سبقت سقوط العرش الإمامي بدءاً بدعوات الإصلاح ثم الانتقال إلى التحريض المباشر للجماهير من خلال عدد من المواقف السياسية والقصائد الشعرية وانتهاءاً بالكفاح المسلح الذي قاد أخيراً إلى تقوض ألف عام من الاستبداد والظلام والحكم العصبوي لكل شعب رمز ورمز الشعب اليمني هو محمد محمود الزبيري صاحب هذا الكتاب الذي ألف هذا الكتاب هو الأب الروحي لهذا الشعب عاش حياته لهذا الشعب ومات من أجل هذا الشعب ومات وهو يردد هذا البيت بحث عن هبة أحبوك يا وطني فلم أجد لك إلا قلبي التامي فلنقرأه وقول الجماهير كونوا معه ولو قليلاً فقد كان معنا كثيراً هكذا يظهر الزبيري في المنعرجات الخطيرة من عمر اليمن المأزومي بين إرادة ثورية وأخرى رجعية ليؤكد بأن الثورة قدر يستحيل معه العودة إلى الوراء مهما عظمت الرهانات وبلغت التحديات ذا كما يستدعيه عدد من الأدباء والمثقفين في هذه الندوة بمدينة مأرب كان ينبغي أن يكون الزبيري بالنسبة لنا اليمنيين وبالنسبة للعرب مثل إقبال بالنسبة للباكستانيين الحقيقة على أن الزبيري لم يعطى حقه في مثل هذا المجال وكان ينبغي أن تعقد المؤتمرات العالمية يحاول اليمنيون استعادة قصة الكفاح ضد الكهلوت على غرار الزبيري ورفاقه صفحة صفحة وهم اليوم يرسمون بعض تفاصيلها على تلال الحرب وتخوم المعارك ضد الإماميين الجدد أشرف الهاملي يمن شباب مأرب أقدمت ميليشيا الانتقالية المدعمة إماراتيا أمسر الاثنين على قتل ممرض يعمل لدى ملظمة أطباء بلا حدود في أحد الحواجز الأمنية المنتشرة بمحافظة لحجة وقالت مصادر محلية أن نقطة أمنية تابعة لميليشيا الانتقال قتلت عاطف الحرازي أحد أبناء مديرية جبل حبشي في تعز الذي يعمل ممرضا لدى أطباء بلا حدود في مدينة القاعدة بمحافظة إب أثناء توجهه إلى عدن وبحسب المصادر فإن الحرازي كان على متن سيارته مع أحد أصدقائه في طريقهم إلى عدن عندما أوقفت هما نقطة أمنية تابعة للانتقال في منطقة طور الباحة وصادرت هواتفهما وطلبوا مبلغا ماليا كبيرا للسماح بعبورهما وحين حاول عطف التفاهم معهم لتخفيض المبلغ أطلقوا النار عليه في صدره ورجليه ليفرق الحياة على الفور يشار إلى أن ذات النقطة أقدمت في وقت سابق من الشهر الماضي على قتل الشاب عبد الملك السنباني بعد وصوله قادما من أمريكا إلى مطار عدن وكان في طريقه إلى أسرته في صنع أفرجت السلطات الإرتيرية عن مجموعة جديدة من الصيادين اليمنيين المحتجزين لديها بعد أن اعتقلتهم أثناء تواجدهم في المياه الإقليمية اليمنية وبحسب مصادر مضطرعة فقد وصل الصيادون المفرج عنهم إلى مراكز الإنزال السماكي بالخوبة في مديرية اللحية بمحافظة الحديدة المصادر أفادت أن البحرية الإرتيرية صادرت سبعة كوارب كان على متنها الصيادين قبل احتجازهم منذ أربعين يوما دعا مصدر مسؤول بوزارة الصحة المواطنين المسافرين لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا والمتوفر حاليا ليحميهم ويعفيهم من إجراءة العزل المؤسسية والإجراءات الاحترازية المتخذة في الخارج وحتى عند العودة إلى اليمن ودعا وزير الصحة الدكتور قاسم بوحيبح في منشور على فيسبوك دعا المسافرين الراغبين بأخذ اللقاح سواء جونسون أو أسترزينكا إلى التسجيل في المنصة الإلكترونية بموقع وزارة الصحة لتحديد مواعيد أخذ اللقاحات كانت عددا من الدول من بينها السعودية اتخذت إجراءات وقائية مشددة إذا المسافرين القادمين من دول أخرى تضمنت فرض حجر صحي لإسبوعين وغيرها من الإجراءات الموجهة ضد من لم يتلقوا اللقاحات اقتصاديا سجل تسعر العملات الأجنبية مستويات مرتفعة أمام الريال اليمني خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وفاد مصرفيون اليمن شباب بأن سعر صرف الدولار الأمريكي بلغ 1190 ريال للشراء و1200 ريال للبيع كما سجل سعر الريال السعودي 312 ريال للشراء و314 ريال للبيع وألقت عملية تدهور الريال بظلال سوداء على الأوضاع المعيشية في البلاد حيث سجلت تسعر الصرعي والمواد الغذائية ارتفاعات قياسية مقابل تدهور القدرة الشرائية للمواطنيين رياضيا فرض منتخبنا الأولمبي التعادل على نظيره الكويتي بهدف لمثله في افتطاح مشوارهما ببطولة غرب أسيا تحت 23 عاما والمقاومة والمقامة في المملكة العربية السعودية أسجل عيد الرشيد الهدف الأول في المباراة للمنتخب الكويتي في الدقيقة الواحدة والأربعين فيما عدل النتيجة لمنتخبنا عمر الداحي في الدقيقة الثانية والخمسين ويحصد المنتخبان بهذا التعادل نقطة لكل منهما في المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى خلف المنتخب العماني المتصدر بعد فوزه على الأردن بهدف دون رد ختام النشر عدو أذكر بأبرز ما جاء فيها تجدد المواجهة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الإرهابية غربية مدينة تعز ارتفاع ضحايا المجزلة الحوثية في حي الروضة بمأرب إلى أربعة شهداء ونقطة تابعة لميليشيا الانتقالي في لحج تقتل ممرضا يعمل لدى أطباء بلا حدود ختاما نشكركم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة